حذر نائب وزير الخارجي الروسي من تعديل روسيا قواعد الردع النووي لمواجهة ما سماها بتصرفات الغرب وكان الرئيس الروسي فاديمير بوتن قد تحدث سابقا عن العقيدة النووية الروسية مؤكدا أنها أداة حية يمكن تغييرها على حد وصفه أسلحة نووية بين التكتيكية والاستراتيجية بدأت معها روسيا تؤثير قلق الغرب فما الذي نعرفه عنها وما خطورة كل منها ستة آلاف سلاح نوويا بين التكتيكيا واستراتيجي أو ألفي سلاح تضمهم ترسنة نووية الروسية أرقام تختلف بحسب التقارير العسكرية ولكن وبعيدا عن الأرقام ماذا نعلم عن هذه الترسانة وما الفرق بين الأسلحة التكتيكية والاستراتيجية الأسلحة النووية التكتيكية أقل قوة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المزودة برؤوس نووية والتي يمكنها تدمير مدن بأكملها هذه الأسلحة تأتي على شكل قنابل جوية أو رؤوس حربية للصواريخ قصيرة المدى أو الذخائر المدفعية صغيرة ومدمجة ويسمح حجمها الصغير أن تحمل على شاحنة أو طائرة على عكس الأسلحة الاستراتيجية التي كانت خاضعة لاتفاقيات الحد من التسلح بين موسكو وواشنطن لم تكن الأسلحة التكتيكية مقيدة أبدا بأي من هذه الاتفاقيات ولم تنشر روسيا أرقامها أو أي تفاصيل أخرى تتعلق بها وبين التكتيكي والاستراتيجي فرقات عدة الرأس النووي التكتيكي به حمولة تفجيرية تقدر بين عشرة ومائة كيلو طن والكيلو طن هي وحدة قياس لقوة نووية تساوي ألف طن من مادة TNT أما الرأس النووي الاستراتيجي فيضم حمولة تفجيرية تتراوح بين خمسمائة وثمانمائة كيلو طن ومداه أطول من التكتيكي وتمتلك روسيا نظامين صاروخيين قادرين على حمل رؤوس نووية تكتيكية الأول هو نظام كاليبر ويطلق من الغواصات والسفن ومداه يتراوح بين ألف وخمسمائة وألفين وخمسمائة كيلو متر والثاني نظام صاروخ اسكندر ويطلق من الأرض بينما يتراوح مداه بين أربع مائة وخمسمائة كيلو متر قامة منطقة عازلة أم توسيع السيطرة روسيا في هجومها الصيفي على أوكرانيا تقف أمام خيارين استراتيجيين إما تأسيس منطقة عازلة تحمي حدودها من الهجمات الأوكرانية المحتملة أو التوسع في سيطرتها لتشمل مناطق أوسع تظهر أهداف موسكو جليا في إقامة منطقة عازلة تحمي حدودها من الهجمات المحتملة خاصة بعد توسع نطاق سيطرتها في مدينة فوفتشانسك الأوكرانية الواقعة على بعد نحو خمسة كيلو مترات من خاركيف والأراضي المجاورة لها الأمر الذي يوفر قاعدة لتحقيق أمنها الإقليمي ووفق تقارير فإنما يساعدها في تحقيق ذلك الحالة السيئة نسبيا لدفاعات أوكرانيا ما يعني إمكانية سيطرة موسكو على خاركيف مع تقدمها المستمر وهو السيناريو الذي من المحتمل أن يشكل نقطة تحول في مسار الحرب ويوجه ضربة قوية للقدرات الصناعية الأوكرانية إضافة إلى ذلك تضح التحليلات أن روسيا قد تضع نصب عينها أهداف أكبر تتمثل في تعميق توغلها داخل الأراضي الأوكرانية هذا الطموح يهدف لدفع كييف إلى إعادة تموضع قواتها بعيدا عن جبهات دومباس وإمكانية ضم مناطق جديدة في تحول كبير للسياسة الخارجية أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن للمرة الأولى بأنها ستسمح للقوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة الأمريكية الممنوحة لكييف لضرب أهداف على الأراضي الروسية القرار الأمريكي الجديد ينطبق على أنظمة الصواريخ والمدفعية على أن يتم استخدامها ضد قواعد عسكرية ومستوتعات أسلحة ووصولاً عسكرية أخرى داخل الأراضي الروسية والتي تعتمد عليها موسكو لشن ضربات ضد خيركييف الواقع شمال شرق أوكرانيا من الأنظمة التي يمكن لأوكرانيا الاعتماد عليها هي نظام إطلاق الصواريخ المتعددة MLRS وهو نظام آلي قادر على حمل 12 صاروخاً ويسمح للطاقم الموجود داخل المركبة والذي عادة يشمل ثلاثة أفراد بإطلاق جميع الصواريخ الـ 12 في أقل من دقيقة وفي هذا السياق حصلت كييف على الضوء الأخضر لاستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أو الموجهة GMLRS والذي يتمتع بالخصائص المذكورة سابقاً بالإضافة إلى مدى يصل إلى أكثر من 70 كم كحد أدنى و150 كم كحد أقصى وهو ضعف مدى النظام السابق وآخيراً نظام صاروخي مدفعي عالي الحركة أو يسمى هيمارس ويعنى به أن تقوم الأنظمة المدفعية المثبتة على شاحنة تزن خمسة أطنان بإطلاق ستة صواريخ موجهة خلال مدة قصيرة ويعتمد المدى على الصواريخ التي يتم إطلاقها ميزان القوى اختل بعد أن مالت كفته لصالح روسيا خلال أشهر مضت سيطرة موسكو على أبديفكا أقلقت أوكرانيا والغرب والتقدمها في خاركيف كان له ما بعده وما بعده تجلى برفع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا الحضرة المفروض على استخدام كيف أسلحتها لضرب أراضي روسية وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الأوكرانية فهل عدل الغرب ذلك الميزان؟ أم أن هناك كلمة أخرى للميدان؟ بالنسبة لروسيا الأمر مقلق بإقرار بوتن نفسه وهو الذي هدد وتوعد بآخر تصريحاته بإمكانية تسليح دول ثالثة بأسلحة روسية لضرب المصالح الغربية وذلك على مبدأ الرد بالمثل كما قال يبقى هذا مجرد كلام حتى الآن أما بخصوص الأفعال فترى أو نرى الأوكرانيين مندفعين لمهاجمة الأراضي الروسية هنا وهناك حتى أن نظام مارس الأمريكي أصبح السلاح المفضل لضرب المواقع الروسية بحسب ما أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الأوكراني هذه نقطة لصالح أوكرانيا تدعمها وقاع تفيد بأن القوات الروسية بدأت تخفف من استخدام أنظمة الصواريخ S-300 و S-400 للتصدي لصواريخ هايمرس التكتيكية وذلك بعد أن استهدفها الأوكرانيون أكثر من مرة في بيلجرود الحدودية وسجلت هذه الدفاعات أخرا في الاستجابة ولم تكتشف الصواريخ إلا قبل ثوان من سقوطها أما النقاط المسجلة حتى الآن لصالح روسيا فتظهر بعدم منح الغرب كيف إذنا باستخدام صواريخ أتاكامس بعيدة المدى على الأراضي الروسية لهذا السبب لم يتمكن الأوكرانيون بعد من حل مشكلة ضربات القنابل الروسية الانزلاقية التي تستهدف أراضيهم هذه القنابل الانزلاقية قادرة على إصابة الأهداف بدقة عالية ولها قدرة فجارية هائلة ويتم تحميلها على طائرات سخوي 34 الروسية بالمناسبة لا تزال خاركيف والمناطق الحدودية الأخرى تعاني من هجمات هذه القنابل التي تقتل كثيرا من المدنيين وعلى ذكر طائرات سخوي لا بد من الإشارة إلى أن واشنطن والغرب عموما يمتنع حتى الآن عن منح أوكرانيا الإذن بضرب الطائرات والمقاتلات في المطارات الروسية وهذا يعني تفوقا جويا تتمتع به موسكو مما يقلق ييف التي تعلم أن من يملك الجو يملك أرض المعركة بطبيعة الحال هذا القلق يفهمه الغرب جيدا وبناء عليه قرر تزويد أوكرانيا بطائرات F-16 التابعة لحلف شمال الأطلسي والتي ستصل قريبا أما فرنسا فتعهدت بتجهيز كيف بطائراتها المقاتلة من طراز ميراج وهذه أسلحة ستعطي دفعة لتجنيد المزيد من الجنود في الجيش الأوكراني الذي يعاني استنزافا بشريا ترجمة نانسي قنقر